جديدة من المعارك والانتصارات لقوات الشرعية من الجوف وصعدة شمالا مرورا بحجة غربا إلى الضالع وسط اليمن وفي كل يوم تنزع الشرعية البساط من أراضي صعدة من أياد الميليشيا معقل الحوثين ويمثل تطهير مركز مدرية باق من ألغام الميليشيا تحولا جديدا للأهالي الذين يترقبون العودة للديار كما يخوض الجيش الوطني بمساندة طيران التحالف معارك تقدم فيها في منطقة الرزامي وجبل الحمرى وقطع خطوط الميليشيا وضيق الخناق عليهم هذا هو الرد العملي على المماطلة التي أبدتها الميليشيات الحوثية مع مخرجات مشاورات السويد والتي تمثلت بالتفافها على ما تم الاتفاق عليه بتسليم ميناء الحديدة وبالتالي تحركت القبهات كرد عملي على تناقض الميليشيات مع كل الاتفاقيات مدينة حرض شمالا أصبحت على مقربة من القوات الشرعية التي حررت مواقع محيطة بها استعدادا لدحر الميليشيا الانقلابية فيما قتل ثمانية من الميليشيا في جبهة المصلوب بالجوف ودمرت دبابة لميليشيا الانقلاب كما أن التعزيزات الكبيرة التي استقدمتها الميليشيا لأطرافية عز فشلت في تحقيق أي محاولة تسلل أمام نيران الجيش الوطني هنا في الجبهة الشرقية الشمالية في الأربعين محاولات يائسة للعدو متكررة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ريالا صدقه معهد الله عليه يتم كسر هذه التسللات والتحركات مرصودة للعدو يتم استدهاف تحركاتهم الفردية والآلية بشكل يومي عزم السلطات الشرعية على استعادة كافة أراضي اليمن ماض على قدم وساق خصوصا بعد رفض الميليشيا القرارات الأممية ورفضها تسليم الحديدة مرحلة جديدة من الانتصارات يحققها الجيش الوطني في عدة جبهات ومحافظات كما يصد تسللات وتعزيزات الميليشيا الحوثية على أطراف هذه المدينة بلالصبر الإخبارية تعز